لكن كل دا كوم وهشام الخالصي مزيع في استوديو القناة النقلة للمباراة كوم تاني احتداد على كابتن واق الجمعة يعني فجأة تخيلنا انه الراجل ده زابط شرطة ده زابط شرطة بيعامل متهم بيحقق مع واحد متهم مش مزيع في استوديو بيحترم قيمة المحل او قيمة الضفل الموجود معاه وكمان مفترض انه هو بالكلمة بتاعت اليومين دول على مسافة واحدة من الناس كلها ما كانش كده خالص نشوف هذا اعتقد وانه لا يشرف الاهل نحن كنا تقدير واحترام للاهل ولا احد يشك في هذا لكن معناها الحكم كابتن جمال شريف يجي يحكم نشوفه الحالات مع بعض اتي ممكن تناقش الكابتن جمال شريف انا 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 اناقش كابتن جمال بس اللي انا شايفه يا شام دلوقتي اللي انا شايفه ان الحكم اضر انا اضر انا انا دلوقتي اجل المشاهد اهل وانا نشوفه احمل انا انا افضل أضرب الأهلي في الملعب مثل ما قلت وأعيد أن الأهلي مثل ما يعرف يفوز لازم يعرف يخسر مثل ما تعرف تربح تفرح لما الأهلي يفوز لازم تعرف تقبل الهزيمة أيضا الحكم هذا شيء ثاني لكن قلنا وأنه الأداء الأهلي كان ممتاز يسف شيبوا أعترف بذلك يعني الحكم هذا موضوع طرف آخر طرف آخر في الموضوع الأهلي مش في حاجة الحكم أو الحكم ضده أو شيء من هذا النوع الأهلي خرج الرأس مرفوع طيب سنعود إلى هذا الموضوع سأتي كابتن جمال الشريف يعني بعد هذا الدرس التربوي من الهشام الخلصي تونسي تتصور أن الراجل ده عنده يعني القيم عالية قوي مثلها تعرف كيف تفوز تعرف كيف تخسر ويعني لا 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 أنت ترضى أو لا ترضى يعني أول جالياطة أنا عايز أقول لك على حاجة أنا شفتها له طيب كمّل الجملة أول جالياطة أه أنت معك ضيف محترم أحسن لعب في أفريقيا عدة سنوات في مركزه وانت جايبه لأنه عايز تعرف رأيه في الماتشاط يعني لازم يسمعك اللي إنت في مزاجك عشان يبقى على على هواك هذه النصيبة بقى كل واحد عايز يسمع على مزاجه لا هو بيقول لك أنا مش راضي عن أداء الحاجة تقول له ترضى أو لا ترضى الله لو أنا قاعد يا أخي ما عارفش كنت حار ما كنتش هترضى ما كنتش حار حاول أنا أصلا هو نفسك أنا شفت طب وأنت ترضى أنك تتعامل مع ضيوفك كده يا أستاذ هشام تعرف أنه أنا ولكن بقى ما أنا بس عاي طب كمّل قبل ولكن لأنه هو نفس الموقف اللي عمله هشام الخالصي برضو مع واق الجمعة قبل بداية المباراة وهم بيزيعوا تقرير لحسين عموتة المدرب فالمدرب بيقول لعب النادي الأهلي نجحوا في أنه هم يصيبوا محمد النجم تعمدوا إصابته عشان يحرموه من المشاركة اليوم ده المدرب قال كده يعني اتهام صريح للعب بتعمد الإصابة فوائل قال له أنا عايز أعلق على كلام كابتن حسين عموتة قال له لا مش من حقك قال له يعني مش من حقك الرجل قال كلام أخلاقيا خطأ الفول اتهام لفرقة اتهام فريق في أنه يتعمد إزاء لاعب وبعدين وقل حاول يتكلم التاني بيعاله التون عليه يقول له طب ما احنا حللنا المباراة المباراة يقول لها حللناها هنا وشوفنا أن الرجل يتعور لوحده ما حدش تعمد إزاءه ادي له درس نفس الدرس قبل المطش ما يدي لا واخد موقف طبعا واخد موقف بحدة كمان يعني بحدة تخلي واق الجمعة محترم قوي أنه استحمل وما خدش موقف لأنه بصراحة ما حدش عارف لو حد منفعل وما يتقبلش أنه يقعد في استيديو يوجه بهذه الطريقة وبعدين يبقى الكلام المزايدة الأهلي خرج مرفوع الراس الأهلي كيف ما يعرف يربح كيف ما يجب أنه يعرف يخصر طب ما شمعت عايزة أنا أعلق بقى أكمل تعليق كيف ما يعرف يربح لا يعني حشام الخالصي خلاص ادينا الدرس التربوي والكتالوج اللي لازم نمشي عليه عشان نبقى ناس كواسين قوي عندنا الروح رياضية شكرا